ينضم إلي هاني موعد مراسلنا من عمان أهلا بك هاني تفاصيل أكثر عن قرار السلطات الأردنية فتح التأشيرات للسوريين في الخارج يعني هذا القرار من يشمل بالضبط أو هل منه الممكن أن يشمل فئات أخرى؟ نعم قبل قليل تواصلنا مع مصدر بوزارة الداخلية الأردنية كما نعلم بأن هذا القرار صدر بتوجيهات من وزير الداخلية الأردنية إلى رئاسة مجلس الوزارة الأردنية ووزارة الخارجية هناك تعليمات تنفيذية فيما يخص هذا القرار ستصدر خلال الأيام القليلة القادمة وفقا لذلك المصدر من وزارة الداخلية الأردنية طبعا القرار يشمل الجنسيات التي كانت مقيدة من بينها الجنسية السورية هذا القرار يشمل الجنسية السورية السودانية العراقية اليمنية والليبيا بل إضافة إلى جنسيات إفريقية كالأثيوبية وأيضا لتشادية طبعا القرار فيما يخص موضوع السوريين كما قال لنا المصدر فأن المريض يقدم طلبه إلى السفارة إلى السفارة الأردنية في المكان أو في البلد الذي يقتن به إذا كان لديه إقامة أو في دمشق يقدم هذا المريض الطلب للسفارة الأردنية ويتم دراسة كل حالة على حدة من حالات المرضية التي سوف يتم تقديمها طبعا الرد كما جاء في القرار يأتي الرد بعد 48 ساعة من تقديم الطلب طبعا هناك كما قال لنا هناك تعليمات تنفيذية سوف تكون صادرة فيما يخص هذا الموضوع ولكن من المجمل كما فهمنا وكما تم ذكره قبل قليل بأن القرار يسمح أيضا للأقارب من الدرجة الأولى أربع أقارب من الدرجة الأولى أن يأتوا مع المريض وأيضا بالإضافة إلى الأطفال القصار فيما يخص موضوع السوريين إذا كانوا قادمين من الحدود هذا موضوع مختلف تماما الجرحى أو المرضى السوريين الذين يأتون من الجنوب السوري هذا موضوع مختلف تماما ليس له علاقة لربما بهذا القرار لأن هناك يتم أحيانا استثناء حالات يتم إدخالها إلى الأردن عبر الحدود وأيضا هناك موضوع آخر متعلق بالسوريين في مخيم الركبان أيضا هذا موضوع آخر حيث يتم أيضا إدخال السوريين إلى الجانب الحدودي من الأردن للعلاج ثم يعودون إلى مخيم الركبان هذا القرار يشمل السوريين الذين هم في الخارج إن كان في البلدان العربية أو في البلدان الأوروبية إن كانوا أرادوا العلاج في الأردن نعم طيما طيب هاني كيف استقبل السوريين هذا القرار داخل الأردن نعم طيما الموضوع تقريبا موضوع لمشمل السوريين هو موضوع جدا معقد كما تعلمين وخاصة فيما يخص بالأمور سفرهم طبعا بالتأكيد هناك الكثير من الأهالي السوريين كما تعلمين هنا في الأردن يوجد ما يقارب مليون وثلاثمائة ألف سوري يوجد الكثير من أقاربهم موجودين إن كان بالداخل السوري أو بتركيا أو بمصر أو بلبنان طبعا هذا الموضوع يساعدهم ولكن نريد أن ننوه هنا بأن قبل شهر تقريبا أصدرت الحكومة الأردنية أيضا قرار بأنه سحبت الدعم الصحي عن السوريين حيث كان يتم تقديم لهم دعم صحي في المستشفيات والمستوصفات السورية طبعا الحكومة الأردنية قالت بأن هذا القرار يأتي نتيجة لأن المجتمع الدولي لم يلتزم كثيرا بتعهداته تجاه هذا الموضوع فلذلك اليوم السوري يعامل في الأردن في المستشفيات الحكومية معاملة الأردني غير المؤمن أي أنه يدفع ثمانين بالمئة من تكلفة العلاج في المستشفيات الحكومية وبشكل مباشر كان في السابق يتم تقديم تسهيلات كثيرة للسوريين في المستشفيات الحكومية ولكن حتى هذه اللحظة هناك أيضا مراكز دعينا نقول وهي مدعومة من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين تقوم بتقديم الدعم الصحي للسوريين بشكل مجاني على أن يكون مسجلا بالمفوضية يعني عندما يكون مسجلا بالمفوضية يستطيع الحصول على الدعم الصحي المجاني هنا نتحدث فقط عن السوريين الموجودين خارج المخيمات بداخل المخيمات إن كان بالزعتري أو الأزرق يحصلون على العلاج بشكل مجاني وبالكامل إن كان بالمستشفى السعودي الموجود في مخيم الزعتري شكرا لك على هذه المعلومات هاني موعد مراسلنا من عمان شكرا جزيلا لك